كان التحالف العربي أعلن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبهى الدولي وأشار التحالف العربي باليمن إلى وجود ثمن إصابات وتضرر طائرة مدنية وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبهى وأشدد التحالف على أن محاولة قوات الحوثي الاعتداء على مطار أبهى بطريقة متعمدة تعد جريمة حرب كان التحالف قد أعلن فجر الثلاثة أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبهى الدولي في المملكة